موسيقى حياكم الله مشاهدي ومستمعي المدى أنا حامس سيد وحييكم في حلقة جديدة ومباشرة من برنامجكم ناس وحكومها بداية الكلام من محافظة بابل اليوم أمس تذكرون مشاهدين مستمعين تحدثنا عن استخدام القسوة ضد متظاهرين معتصمين بالقرب من مبنى محافظة بابل واللجوء إلى القسوة أدى إلى نتائج عكسية بالنهاية وأصروا المعتصمين على نصب خيام عديدة ومكتفوا بخيمة واحدة تعرضت إلى الإزالة أو تعرضاً للمعتصمين فيها إلى الضرب وإلى التنكين لا المعتصمين ذهبوا إلى منازلهم راحوا جابوا خيمة أكثر من خيمة محددة بعدين نصبوها أمام مبنى المحافظة طبعاً هذا الأجواء يحتاج أن نتابعها مشاهدين ومستمعين وينبغي أن نراقبها باستمرار وتفائلنا جداً بتدخل الجيش العراقي لأول مرة حقيقة يحصل أن الجيش العراقي يدخل صفوف المتظاهرين ويقف مع الشعب في منظر لافت وجميل وشاهدنا البارحة معكم في مقاطع فيديو رصدناه من مواقع التواصل الاجتماعية كيف تدخل المدرع العسكرية الدبابة العسكرية ويرحب بها من قبل الشعب العراقي بعدما كانت آلة مقلقة لهذا الشعب وتستخدم للقسوة ضد الشعب العراقي تدرون قسوة نظام صدام المستبد الشمولي كانت لا ترحم بالنهاية وتسخر أدوات ومتلاكات الدولة وتختزلها في عقل الحاكم المستبد وبالنهاية تصبح الآلة العسكرية وظيفتها من حماية حدود الوطن والمواطنين إلى قمع المواطنين في الداخل وتسخيرهم لفكر محدد ولثقافة محددة غادرنا هذه الثقافة وانتقلنا إلى ثقافة جديدة بدأت بعد 31 تموز أن يكون الجيش 31 تموز 2015 طبعاً أن يكون الجيش مدافع عن الشعب العراقي وينظم علاقة المواطن بالأجهزة الأمنية الأخرى المنتمية للداخلية أعني قوات مكافحة الشغب والشرطة المحلية خلونا نذهب إلى جلال كامل المشاهدين المستمعين اللي أعدنا تقرير عن أحوال المعتصمين قرب مبنى محافظة بابل وكيف يقضون يومهم الثاني بعد استخدام القسوة ضدهم من قبل قوات مكافحة الشغب وبعض الملثمين المدنيين اللي إلى الآن يجهلون المعتصمين هويتهم وإلى أي كتلة ينتمون أو إلى أي وظيفة ينتسبون بالنهاية فلنتابع هكذا بدى المشهد مساء أمس في محافظة بابل بعد إن حاولت القوات الأمنية مصحوبة ببعض الملثمين فضى الاعتصام بالقوة مستخدمين الهروات والعصي الكهربائية وخراطم المياه ممارسات الأجهزة الأمنية ولدت ردة فعل عكسية دفعت بالمتظاهرين إلى استخدام الحجارة ضد رجال الشرطة الاعتداء على المتظاهرين في محافظة بابل زاد من إصرارهم على الاعتصام وعادوا من جديد هنا أمام مبنى الحكومة المحلية مؤكدين على استمرار اعتصامهم لحين تنفيذ مطالبهم طلعنا مظاهرات سلمية لمدة ثلاثة أسابيع لحين قيام قوات الشغب برئاسة المحافظ وقائد عمليات قاموا بضرب المعتصمين بالجمعة المنصرمة وفتحنا اعتصام من ليلة أول أمس إلى اليوم احنا معتصمين ومنفض اعتصامنا لحين تحقيق جميع مطالبنا اصلاحات سياسية وإلغاء الحلقات الزائدة وكشف المفسدين مطالب يرددها المتظاهرون في كل مرة وما انشعروا بتجهل الحكومة المحلية بادروا إلى نصب مخيمات اعتصام مفتوح لحين تنفيذ المطالب نطالب بالجهة التي خرجت واعتدت على المواطن حالته من القضاء إذا كان لم يمتلك قرار قضائي بالاعتداء على المواطن فان المواطن هو حق مشروع من حقوقه الدستورية والقانونية التظاهر السلمي وتعهد المعتصمون هنا فيما بينهم على عدم فضل اعتصامي لحين تنفيذ المطالب دون اي تأفتروا بارتفاع درجات الحرارة وسخونة الارض التي يجلسون عليها من مدينة الحلة جلال كامل قناة المدى شكرا لمراسلنا من باب الجلال كامل اللي ينقل لنا أجواء مستقرة وهادئة يبدو في ميدان الاعتصام هناك قرب مبنى المحافظة بوجود الجيش العراقي الحامي للمعتصمين طبعا في ميدان الاحتجاج والتظاهر قرب مبنى المحافظة ملف اليوم مشاهدين مستمعين يتحدث عن احتجاجات المليونية المتوقعة في الجمعة القادمة بغداد على موعد من احتجاج طبعا مع موعد من خروج تظاهرات كبيرة والتظاهرات ستكون متنوعة وهذه المرة طبعا دعا سماحة السيد مقتضى الصدر أنصار إلى المشاركة في هذا الاحتجاج بشكل سلمي وطبعا أيضا رح يكون منظم والاحتجاج الشملة شروط محددة من ضمنها الاستغناع الرفع أو منع رفع الصور الشخصية لزعماء الدينيين والشخصيات السياسية وحتى الشخصيات التاريخية وأيضا لافتات موحدة والشعارات أيضا ينبغي أن لا تكون تستهدف جهة محددة حتى لو كانت هذه الجهة السياسية ولا تستخدم الشتم والسب والقذف لكي تتميز على أنها نوع من أنواع التظاهر والاحتجاج السلمي المطالب بالالتزام بالإصلاحات واللافت أيضا في الاحتجاجات المقبلة أن القوى المدنية والحركات المدنية عازمة على المشاركة في هذه التظاهر بقوة وبحضور التيار الصدري نأمل بالنهاية أن ينسجم الموقف باتجاه تشكيل جبهة شعبية موحدة ومنسجمة على مطلب شعبي وهو الالتزام بمكافحة الفساد والالتزام أيضا بتطبيق الإصلاحات دون تجزئتها إلى مراحل دعوني في البداية أرحب بضيفي في الستوديو سماحة الشيخ صلاح العبيد المتحدث باسم زعيم التيار الصدري مرحبا بك سماحك الشيخ مهلا وسهلا بكم التيار الصدري في الجمعة القادمة سينزل إلى ساحة التحرير فقط في المحافظات إلى الآن ماكو توجيهات بهذا الصدر بأن يشاركون في تظاهر حتى في محافظتهم نعم طيب نزولكم في ساحة التحرير هسا نبدأ من الأخير راح يكون مطلبي ونسجم مع مطالب شارع أم لديكم مطالب محددة كتيار الصدري تميزكم هذا المطالب عن باقي الفعاليات المشاركة في الساحة بسم الله الرحمن الرحيم التظاهرات التي دعا إلى تحقيقها سماحت سيد مقدد الصدر في الجمعة المقبلة لم تأتي من أجل المطالب بمطالب خاصة بالصدرين لو صح التعبير لا وإنما هي من أجل دعم المتظاهرين الموجودين دعم زخم التظاهرات الذي يدخل في شهره الثاني لو صح التعبير بقوة سبب الأساسي في الدعوة إلى هذه التظاهرة وجود بالحقيقة بعض الاعتداءات في الجمعتين السابقتين خصوصا في بغداد وكانت هذه الاعتداءات من قبل أطراف غير معلومة الجهة لو صح التعبير حاولت ضرب المتظاهرين إذاءهم تشتيتهم وهذا يفوت في عضد التظاهرات في الأسابيع المقبلة سماحت السيد في حينها أصدر بيانا طلب من الحكومة التجديد في حماية المتظاهرين الضرب على يد هؤلاء المسيئين بقوة وبين في حينها أنه إذا استمرت مثل هذه الاعتداءات فسيكون لدينا وقفة للدعوة دعوة الصدريين إلى تظاهرة تكون كبيرة من أجل دعم زخمة التظاهر بمعنى من معاني أنه يعني لردع هؤلاء لكن ردعا متحضرا لا نريد أن ندخل في سجالات كلامية أو نزاعات صدامات على الأرض لأنه يعني بمتابعتنا التفصيلية من اليوم الأول للتظاهرات أن التظاهرات تنحى منحى سلمي صرف تنحى منحى المطالبات الخدمية بشكل صرف وأيضا توجهها العام هو عدم المطالبة بشيء لا يمكن تحقيقها وإنما المطالبة بأمور من الاستحقاقات الطبيعية لحفظ كرامة المواطن العراقي هذا الإطار إذا شتت ورفض إحنا رح نسير إلى نظام شمولي اللي هو بمعنى النظام الشمولي يعني واحدة من ميزاته يسحق على حقوق إذا شتت إذا هذه التظاهرات بمعنى من المعاني فتتت شتتت لم تعطي أكلها حزمة الإصلاحات سوفت لو صح التعبير بقية موارد المفاسد على ما هي عليه يخلي بال الجميع بما فيهم الأطراف اللي اليوم تولين المسؤولية كالسيد العبادي وغيره أنه المفسد يتجرأ أكثر رح يصبح أكبر يتجرأ أكثر لأنه هذه إما أن تكون ضربة قاصمة أو أنها تقوي هذا المفسد اللي اليوم أكون مطلب بإزالته ومعاقبته ومحاسبته فالقصد غرض من هذه التظاهر يوم الجمعة المقبل فقط وفي بغداد فقط كما أوضحت جنابك هي لديمومة زخم المتظاهرين ولتقوية مطالب المتظاهرين وتأييدها ولا يوجد لدينا أي مطلب خاص أي مطلب خاص أي مطلب خاص أبداً أي مطلب خاص لا يوجد عدى نفس مطالب المتظاهرين تأكيداً لذلك أن سماحة السيد في البيان شدد على أن النقطة الأولى من المطالب تكون هي آخر ما طالب به المتظاهرون في الجمعة الأخيرة كان المطالب هو شيء؟ مسألة القضاء والإصلاح القضائي فبدأنا بهذه النقطة إصلاح المؤسس القضائي وكان هناك تأكيد على أن لا تسوف حزمة الإصلاحات للحكومية والبرلمانية وأن يكون هناك جدول زمني معقول لتنفيذ هذه المطالب وأن لا تبقى هواء في شبك تلقي بهالريح يميناً ويساراً دون أن يكون هناك محددات لأن نقول أنه نجحت الحكومة في تطبيق نحن نريد أي شيء نصر إلى الله معايير لازم أكعدنا معايير نقول هذا ناجح وليش نقول هذا فاشل وليش سماحة الشيخ ما دامنا نتحدث عن التظاهرات والمشاركة الصدرية في هذه التظاهرات تعرف جنابك ويعرف المتابع أن للصدرين هوية طبعاً هوية فكرية وهوية عقائدية أقصد سيتجنب التيار الصدري وأتباع الإعلان عن هويته ورفع الشعارة أو أفكاره في الساحة أكو تخوف من باقي المشاركين أو باقي المتظاهرين بأن التيار الصدري سيشارك بخطاب سياسي لديه مطلب محدد ونحن لدينا مطالب أخرى محددة آخرين مثلاً يعتقدون بأنه رفضنا من الساحة لكوننا سياسي وجهة سياسية لماذا تقبلون عن مشاركة الصدرين في الساحة وهم لديهم مزراء ولديهم مناصب أيضاً سيادي شون تستوعبون هذا التخوف طبعاً النقطة الأولى هو التخوف في محل لدى بعض الأطراف ولكن ليس في محله لأطراف أخرى شون من يعني يريد أن يأمن على ديممة التظاهر وإبقاءها سلمية مطلبية بمعنى خدمية نحن بأنه يتخوف ليش؟ لأن تيار الصدري عنده جناح بمعنى معانج سياسي وعنده جناح حكومي وإلى ذلك لكن أكفت ميزة مهمة جداً أنه التيار الصدري عندما بدأ بالمطالب أول من أيد المطالب التي رفعت وعملياً أول من دعا لتطبيقها وتنفيذها بشكل عملي بحيث كان هناك متابعة دقية لما الحكومة مجلس الوزراء أقر بحزمة الإصلاحات اللي هي يعني نقول أنها حزمة أولى ولا يكتفى بها نعم الأمانة لأنها حزمة التقشف حزمة مراعة إصلاح واقعي تفصيلية حزمة مراعة البلد يمر في أزمة مالية المفروض الرائع هذه الأزمة المفروض أنه إحنا لا يصير عندنا يعني ترتيب حقيقي لنظام في بناء الدولة وهذه الحزمة المفروضة تكون حزمة ثانية في الأصلاح الصدريين أول من دعا أو أول من هدد البرلمان يعني الحكومة بعد أن أقر مجلس الوزراء هذه الحزمة ونودها إلى البرلمان لكي يقرها لأن هذه الآلية القانونية وما يقدر يصرف كيف بالأثناء يعني ما بين هذا الإقرار وذاك الإقرار سماحة السيد أصدر بياناً هدد فيه بأن البرلمان إذا لم يوافق على هذه الحزمة فستكون هناك تظاهرات مليونية في باب البرلمان وهذه كانت تأييد عملي لمطالب المتظاهرين ويعني الأمانة كثيراً من المجامع الموجودة في الساحة نعم عين لم تتوقع لم تتوقع هذا التأييد التفصيلي من السيد الذي دفع بهذا الاتجاه وفي الحقيقة إحنا خلنا نكون صريحين يعني هذا الأمر وضحنا أنه ترى مو كل اللي قال إحنا مع الحزمة هو قابل حقيقته في الحزمة البعض الإعلامين يقول أنا مع الحزمة يريد يتوقع ضرر الناس لكنه بالجلسات الخاصة والمجالس الخاصة ويضع الأصي في الدواليب نعم لذلك هذه الخطوة كانت مبشرة بحسن الظن جيد للأمانة للأمانة اللي ما يعرف أنه أكو مجامع من داخل الساحة نعم هم اللي طلبوا من السيد مقتدر الصدر يريد دعمك الأكثر يريد عزمك الأكثر ويانة حقهم يتخوفون لكن اللي هو طلب هو عرف قطوات السيد تفاصيله ورفضه للاعتداءات على المتظاهرين وما عندنا مطلب خاص ما لا حق أنه يتخوف لسبب لأنه هو اللي راصد وهو اللي طلب ولا أقول أنه مجموعة واحدة أقول لك مجامع عديدة متواصلين مياه من اليوم الأول وكان إلهي مطلب تفصيلي هذه النقطة النقطة الثانية أنه الصدريين لم تخلوا منهم الساحة قبل هذا اليوم يعني الجمعة السابقة إلى أربعة السابقة لم تخلوا منهم الساحة مشاركين فرادة كانوا موجودين لكن بدون أنوان خاص كانوا مشاركين كأفراد نعم مواطنين مع الناس لأنه كمواطن متضرر واضح والتزاما كان هذا بمطالب السيد مقتد الصدر لي أصدر أكثر من بها مشاركوا في التظاهرات ولكن بدون أن تبينون أي هوية شخصية لكم كونوا في بوتقة واحدة مع المجتمع هالمرة نحاول أن نكون كذلك دليل ذلك أنه المكان نفس المكان الدعم لهذا المكان الدعم لهؤلاء المتظاهرين جيد وفي هذه الجمعة فقط والجمعة الأخرى هم يأخذون راعتهم يعني بمعنى يتمون مسيرتهم في التظاهر للمطالب شيخنا كون راح تنسجمون مع الشعارات واللافتات الأخرى في ساحة التحرير هسا قد هناك قوة إسلامية مثلا شاركت في الجمعتين الماضية واستفزت من شعار محدد رفع في الساحة مثلا يطالب مثلا بعزل الدين عن السياسة أو عزل المتدين عن التمثيل السياسي أنتم مشاركتكم في الجمعة القادمة محسبين أن بعض اللافتات سترفع وقد تستفز أنصاركم مثلا أنصار التيار الصدري منضبطين من هالجانب إذا مثلا شاهدوا مجموعة من النشطاء يرفعون لافتات تدين رجل الدين وتتهمهم مثلا بالفساد هذه الاتهامات موجودة في الساحة وشاهدتوا أعتقد وراقبتوا في الجمعتين الماضية صور أحيانا حتى مشينة وسباب وشتهم هذا الجانب الصدري منضبطين لا ينجرون إلى مواجهة في الساحة مساهم مع هذه القوة طبعا سماحة السيد واللجنة المشرفة على التظاهرات ملتفتة إلى هذه النقطة بشكل دقيق جدا ولا يعني التخوف من هذا الصدام أنه نحن نترك دعم الزخم بالمناسبة يعني ترهو اللي يرفع مثل هذه اللافتات وإن كان هو قد في حقيقته متظاهر ورافض للوضع المفسد بس فترة يفتت التظاهر هو اللي يرفع تظاهرات مستفزة للآخر تسب وتشتم الآخر هو اللي يفتت التظاهر لويش شلون لأن هي التظاهرة موجهة واحدة مسؤول العالم صحيح التظاهرة مو مكون واحد ولا أديولوجية هي اللي يتقومها نعم هي تقومت بمطلب خدمي اجتمعت عليه هذه الأطراف فعليا صحيح فإنت لما يجي واحد يرفع لافتة يستفز طرف وطرفين وثلاثة ما رح يسوي؟ لهذا إذا سحب طبعا على أفضل التقادير تتطرق الساحة رح تضعف التظاهرة وعلى أسوأ التقادير أنه لا يصير صدام معناها شنو؟ معناها أنت انطيت انطباع وانعكاس على أن هذه التظاهرة تخلو للمظهر المتحضر تخلو للسلوك الصحيح وهذا إساءل التظاهرة مو مو إحسان للتظاهرة علما أكفر الامتياز لهذه التظاهرة هذه التظاهرة لم تأتي في ضمن الربيع الهاربي يعني هي مو مع الريح التي عصفت بالمنطقة لا أكو بيها امتياز عراقي نعم بيها خصوصية ونكهة بغدادية عراقية خاصة متملولا الصيف العراقي أحسنت الصيف العراقي بالثورات بالمناسبة الصيف العراقي أو الثورات يعني ثورات تموز بـ 58 و 68 يعني تموز حتى الأحداث المهزن هو هذا الحر هو هذا اللي يسوي المشاكل سبحان الله ولكن إن شاء الله فيها خير ونقول هكذا أمر أنه مصادرة جهود الآخرين يعني الآخر هم أدى جهده إياك أنت من غير الصحي أنت صادر جهد أحد نعم برز جهد الآخر احترم جهد الآخر بالحقيقة إحنا يعني لدينا عمل متواصل بدءا من تعليمات سماعة السيد مقتضى الصدر والتركيز في صلوات الجمعة إن شاء الله والضبط العام يعني من خلال مجامع عديدة ستنزل إلى الساحة مع المتظاهرين لمنع أي حالة من الاحتكاك إذا ما حصلت ولدينا تعليمات حتى إذا شتمتم فقولوا للآخر سلامة ما عندنا أي شيء وياك يعني هذا الشيء الأساسي اللي موجود لدينا وليس من الغريب يعني معروف أن الصدرين لديهم تظاهرات مليونية سواء في يوم المظلوم سابقا في تسعة أربعة مد الاحتلال تظاهرات تأتي تتكتل سريعا مجامع كبيرة جدا أعداد ضخمة جدا وتنفذ سريعا في أقل من ستة أو خمس أو سبع ساعات وينتهي الأمر دون مشكلة دون مماحكة دون صدام مع القوات الأمنية ولدينا علاقات طيبة مع الأطراف الأخرى أضف إلى ذلك أنه إحنا قبل أصلا ليصدر البيان يوم أمس من قبله بيومين أو ثلاثة كان لدينا تحرك على بعض المجامع الأساسية اللي موجودة في داخل التظاهرة نعم ووضحنا وجهة النظر وقلنا أنه هذه يعني خطرات ستكون واحد اثنين ثلاثة البعض أبدأ تخوف عندما فهم المطالب وتفصيلها زال تخوفه عندما سمع الأمانة عندما سمع بعض المتخدمين سمع البيان بتفاصيله شجع قال له هذا اللي ريده يعني الأطراف الأخرى يعني يكون حذوها هذا الحذو من أجل أن يكون هناك الضغط لأنه اليوم البرلمان العراقي بيده الكثير من مفاتيح الحدي لأنه نظام نيابي فإذا كانت هذه الكتلة التي يوجد لديها نواب في البرلمان تنسجم مع مطالب تنسجم استجام حقيقي نعم مون استجام ظهر مع مطالب المتظاهرين خلصنا نصر الأزمة إحنا مو معناها لابد أن نصير ضرب وصدام ما بين الجهة السياسية والجهة الشعبية على مو نصل إلى نتيجة لأنه خلينا نكون صريحين هو هذه الجهات الشعبية هذه الجهات البرلمانية الموجودة لم يجأت بناء على أصوات صحيح يحنا هناك ناس صوبة تتلعها متمونة فإذن إذا بالموازين مو فقط من خرج اللي هو صاحب القرار وزمام الأمور بيده لا فعلا ناخب ناخب متمونة صحيح ربما هذا إذا يريد يحرك ناخبة فيه اتجاه من الاتجاه تجلس طلع تظاهرة مثل تظاهرتك أو أكبر من أدهي وهذا وين رح يقود نه شرح إذا تعارض التظاهرات مصر تعارضت فيها التظاهرات ما وصلت إلى ما هي عليه من التردي والسوء إلا عندما تعارض التظاهرات رابع العدوية وميدان التحرير وكل واحد يهتف بهتاف غلاف ذلك هذا ما لا نريده نعم يعني يجب أن نحرص جميعا وهذه نداء للأخوة جميعا اللي موجودين ككتل أو كبجامع في داخل ساحة التحرير وساحة التظاهر أنه من مصلحة البلد نعم أن يكون هناك انسجام مع الأطراف التي تريدها شعبية ومن مصلحة البلد أن يكون هناك انسجام بين الأفكار والانتماءات أود أن أسلكم أنتم كصدريين سماحة الشيخ لديكم الاستعداد الكافي للاندماج مع القوى المدنية الأخرى على الأقل في ما يتعلق بتنفيذ المطالب المرحلية التي وردت في ورقة الإصلاح أو التفكير بتشكيل جبهة في المستقبل يعني تفكر بإعادة ملامح وهوية العراق وتكوين النظام العراقي بعيدا عن المحاصصة بعيدا يعني عن المناكفات السياسية وبعيدا عن المحاصص الطائفية يعني حتى يعني بالنهاية ما مدى إمكانياتكم كصدريين كقوة شعبية كقوة عقائدية ولديكم أيضا فكر في المجال السياسي بأن تسجمون مع الآخر المختلف معكم فقط في الانتماء العقيد هو قد يكون لبرالي قد يكون علماني وقد يكون مدني أيضا يعني إسلامي بس يطالب بعزل التمثيل الإسلامي في السياسة اسمح لي أن تجيب طبعا على هذا التساؤل بعد أنه شاهد تقيير عد زميلنا ياسر الحطاب وهو يتحدث عن علاقة القوى الإسلامية وانسجامها مع بعض المطالب المرفوعة في ساحة التحري مع القوى المدنية خلال اليومين الماضيين تعالت بعض الأصوات المرتبطة بأحزاب إسلامية تغازل دعم مدنية الدولة ومخاطبة ذاتها في أهمية إصلاح توجهات الأحزاب الإسلامية رأي إسلامي آخر يفسر ما تقدم إذ يشير إلى أن جميع أحزاب السلطة تقع ما بين مفسدين وفاشلين وعلى تلك الأحزاب مراجعة برامجها وشخصها في هذه الفترة كل أحزاب السلطة كل المشاركين في العملية السياسية عليهم أن يراجعوا ما قدموه عليهم أن يراجعوا شخصهم الذين يمثلونهم اليوم في الحكومة عليهم مراجعة برامجهم التي يجب أن تكون عملية وعلمية لكي تستطيع أن تؤدي الأهداف المطلوبة منها اليوم الصعب في العراق والواقع السيء في العراق سببه عدم وجود ستراتيجية ناجحة لهذا البلد عندما أراد أن تحقق أهداف تحولت على ضوء إداءها إلى قسمين قسم فاسد وقسم فاشل فعلى الفاسد أن يشخص وعلينا أن يشخص من الفاسد ومن الفاشل آخرون لهم رؤية ثانية بقضية طروحات الأحزاب الإسلامية من حيث التطبيق إذ عزوا فشل مشاريعهم السياسية السابقة إلى تفرد السلطة بنظام الحكم طوال الفترة الماضية مطالبين الحكومة الحالية باستغلال هذه الطروحات واستقطاب الآراء الصحيحة منها وتطويرها في عملية إدارة الدولة هذه الأحزاب الإسلامية التي موجودة لديها الكثير من المعلومات أنها لديها إمكانيات كبيرة جداً كانت تطرح للحكومة ولكن لم يأخذ بها لتفردهم بالسلطة هذه الآن إذا تم استغلال هذه الطروحات وكذلك تبني السلطة أو الحكومة الحالية لهذه الطروحات الموجودة وترحها على الطاولة ثم تمحص لغرض استقطاب الآراء الصحيحة واستعمالها وتطويرها ثم تطرح كرؤية عامة للدولة هذه الرؤى وما تفكر به الأحزاب السياسية الإسلامية في بعدها الظاهري لإصلاح بيتها الداخلي قد ترتبط كثيراً بما استجد على الساحة الشعبية التي وصلت آخر المطاف في بحثها عن الإصلاح وإمكانية توسع مساحة حركتها الإصلاحية حتى تغير الواقع من ساحات التظاهر ياسر الحطاب قناة المدى بغداد شكراً لزميل ياسر الحطاب على هذا التقير يعني تبين في التقير سماعت الشيخ يعني أن هناك بحث ما عرف لو عن مصالح خاصة للأحزاب الإسلامية لو بالفعل أصابهم نوع من التغيير الجذري في أفكارهم وفي توجهاتهم تجاه القوى المدنية الأخرى أنتم كصدريين يعني ما هي حدود إمكانياتكم في التواصل والتلاقي مع القوى المدنية لرسم ملامح الدولة العراقية في المستقبل أعتقد أنه التطرف في تقييم الآخر هو ربما أحد الآفات الكبيرة التي أتت على يعني الكثير من الخيرات في هذا البلد خصوصاً بعد سقوط النوام السابق وحتى قبل سقوط النوام السابق تطرف في تقييم الآخر في الحكم على الآخر يعني أنا إذا خالفني الآخر في كلمة أو موضوع أو مبدأ يعني معناه أحكم علي أنه هو خارج كل السياقات وأحمل كل المسؤوليات هذا مو صحيح نعم نقطة الثانية أنه أعتقد اليوم هناك نداءات من مثقفين وواعين نعم لإعادة قراءة التاريخ العراقي كله خصوصاً تاريخ العراقي الحديث يعني اليوم لا نبقى ننظر مثلاً إلى نور السعيد والحقبة الملكية بعين البعثيين والقوميين اللي هم أيضاً أفسدوا أيضاً بعد ذلك وحتى يعني إعادة النظر لنحن المشكلة لنحن يعني أكو مشكلة وإيه البعثيين شوفوا البعثيين كانت عندهم مشكلة بعدها سقوط هدام نعم أنه بقوا يمجدون هدام بقوا على مستوى من اعتبار رمز لهم هاي مشكلة مشكلة هذا اللي ذبحني أنت تريدني وأنت تعتبر رمزك تريدني أنا أتفاهم وياك أكيد أنا أطلب اجتثاف عليك الأمانة وهذا الاجتثاف ما طلبه إسلاميين فقط طلبة قوة علمانية قوة مدنية غير الإسلاميين في نظام قررت بفعل الاستبداء أحسنت والشمولية والاستبداء والشمولية ترى يبدأ من طريقة تقييم الآخر من هنا يبدأ الاستبداء والشمولية نعم نحن نكون صريحين نعم هو فقط الأحزاب الإسلامية اللي هي مسؤولة اليوم عن ما يحصل في العراق لو كل من شارك مصللة الكل يتحمل جزء من المسؤولية بحسبه وبمقداره نعم بعدين أكو تفريق ما بين الإسلاميين والمسلمين إذا أكو إسلاميين يعني استخدموا العنوان أساءوا وعدهم مشاكل أنت تجي تحكم على كل المسلمين أنا ما رد أدخل بيكم واخروا من الساحة أو واخروا من البلد وأني أدير البلد بمنظومة خل نعبر عنها مدنية أو تعبير آخر نعم ومو صحيح هذا غمط لحقوق الآخرين عم نجيها أخرى فخل ننظر بالتوازن نقيم الأمور بالتوازن ونجي نفهم الآخر بالتوازن وقدر الإمكان للأمانة إحنا هذه محاولاتنا مع الأطراف الأخرى مو من الآمن يعني إحنا عدنا مبدأ سمحت سيد محتض الصدر كان يقول أنا أدي الأمريكي شيء في تعاطيه معه كخصم ومحتل والعراقي شيء آخر حتى هذا اللي أدي علاقة ويالمحتل يعني العراقي تدي تقييم إلى آخر لا ما أقبل في اليوم من الأيام تحطوا مرمى لسلاحكم وياي نعم وهنا بدأت مشاكل وكانت هناك أطراف انشقت من التهار الصدر ورفضت كانت تريد لا أنه أنا كل واحد يتعامل مع الاحتلال أنا أسمي تسمية الاحتلال حسنا أنا في التنظير أو في التنظير للسيد الشيد الصدر قدس الله نفسه سيد الشيد الصدر بنوقف على منبر الكوفة قال كلا كلا يا شيطان ثم قال كلا كلا يا باطل نعم من نجي هذا الشيطان بمعناه أنه هذا الذي موسخه في السوء نعم اللي ما ممكن أن تقبل منه شيء لأنه كل حركته في عملية إساءة للآخر كالنظم الشمولي نعم لكن أنت أكون آخر هو مو شمولي يجوز هو رافض للبقاء متضرر من هذا الشمولي متضرر من هذا الشيطان لكنه أدى حركات باطلة أدى حركات خطأ ويا يلم يا أنا هذا أتعامل بحسب خطواته ما تسيء فيه أنا مو إياك أما لكن ما تحسن إليه أنا وإياك نعم وهذا ما نريد إضاحة نعم بأنه الأخوة اللي يحملون شعارات النظم المدنية خلي ينظرون إلى الآخرين في تقييمهم لجميع الآخرين بتقييم موضوعي ويتركون هذه التقييمات المتطرفة ما الأيام تموز خلينا عبر عنهم اللي لا تولد إلا ضغينة مع الآخر وخير العراق سلامة العراق بإتفاق أبناءه بس هو من الطرف من الشيخ يعني التطرف موجود يعني هو القوة الإسلامية أيضا غوصت إلى مرحلة غير متسامحة مع القوة الأخرى بدأت تتهم القوة المدنية أحيانا مثلا بالكفر والحاق هذه في مرحلة في المرحلة الحالية يعني موجود حتى يعني فقدان الصلة بين المدنيين لا لا أنا أقول لك شي كقوة سياسية لا القوة الإسلامية وبين الإسلاميين كقوة سياسية أنا أقول لك فتشي أكو سلبية أكو سلبية بعض المتحدثين بإسم القوة الإسلامية مع شديد الأسف خالفة بالرأي يتهمك رأسا لا يقتلك أحيانا قصدي أو يبدأ باتهامك شوفه مرات أكو قتل معنوي أشهد حتى من القتل المادة يتهمك بالمباشر يعني واحدة من الأمور اللي سماحت السيد يسعى إلى رفعها من أذهان الناس بشكل عام اتهم هذه التظاهرات بأنها مدفوعة الثمن من الخارج أو من جهة محددة أو ضد الطائفة المحددة هذا التظاهر ضد الطائفة المحددة وضد الفئة المحددة حتى أردتني هيا أكو أكو ناس تقول هذه التظاهرات اللي الآن موجودة ترى احذروها وهي مدفوعة سمعنا أصوات في النجف يعني أذكر لك مثل سمعت الشيخ يعني مو بعد علينا سمعت السيد صدر الدين القبنش وخطبة الجمعة الشهيرة قال هؤلاء المتظاهرين يريدون إلغاء دور الإسلام والمسلمين في العراق والعودة إلى الحكم العلماني اللا ديني هس أعتقد هسالة تكفير لا مباشر غير مباشر سمعت السيد السيد صدر عنده تصور بأن هؤلاء المتظاهرين المدنيين اللي يرفعون شعارات تطالب بالعدالة الاجتماعية والمساواة عنده إيمان بأن هؤلاء المتظاهرين ليس في ذهنهم إقامة دولة غير إسلامية مثلا ينسجم مع موقفهم بما يتعلق بمدنية السلطة العراقية هذا موقف جبار طبعا أنا أقول شيء سيد الشهيد الصدر قد صدر نعم دوجه تنظر سيد الشهيد الصدر لا يؤمن بأن أعطاء الإسلاميين أو الإسلام حقه يكون بتغيير رأس السلطة يقول أنا خلأ أأثر بالمجتمع خلأ أن أكون نموذج فاعل ومؤثر في المجتمع وأكون متعاطي معه بإنسانية هذا إذا إنسجم وإنسجمت 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 راضح نعم أنا وهو ما رح نقبل أن يكون علينا رأس طاوت نعم يعني بمعنى من المعاني نقطع كل أوصال الطاوت إذا لم يجد له أيادي فاعلة نعم وهذا بالمناسبة يعني هو إنسجام مع الآخر بكل التفاصيل ويعني حتى موضوع الطائفية وتفاصيل الطائفية سيشي صدر عنده كتاب في الخمس وستين كاتب على هذا الموضوع وكأنه يعيش ويانا ويكتب عن سلبياته ويقول الطائفية ليست من الدين بالمناسبة يعني هاي شعار عندنا الطائفية ليست من الدين أموما اللي أريد أواضح على شيء مهم جدا أنه إحنا عندنا نقاط مشتركة مع من؟ كعراقيين نعم كناس تطالب اليوم بحقوقه ويا يلا ويا كمتظاهرين نقاط مشتركة نعم إحنا ناظرين كجهة ناظرين للنقاط المشترك ناظرين إلى أنه هذا عراقي يطالب بحقه كمواطن عراقي يعيش بكرامة يريد ويطالب بضرب على يد المفسد اللي يجيبوك حقوقه ويسحق على كرامته واضح كيف هذه العناوين كافية جدا لأن أحسن الظن به هذا مهما يكون توجه أولا دينه شنو هاي مو مهمة الدين لسبب مهم جدا لأنه كعراقي الإسلام ضمنه حتى لغير المسلمين الذين يعيشوا في بلد واحد التعددية الدينية في البلد الواحد طائفته في داخل دينه الإسلامي أو غير الإسلامي هم ما يدخل به هاي مو مهمة الدين هاي مهمة الدين شيء واحد جدا أنك تؤمن بعراقيتك لأنه كنا استعمالات ومهمة بعراقيتك يعني متنكر حتى لهويته مهم بعراقيتك مهم بالمطالبة بحقوقك كمواطن بكرامة عيش وأيضا في نفس الوقت رافض لكل من يحاول الإساءة إليك ويفسد في بلدك هاي مهما يكون توجهك أنت بالمستقبل تريد بعديين تنقلب علي تريد تقول أنت الديني ويوخر واني كذا يصير بمعنى هسه مثل الثورات مثل يعني الثورة الفرنسية وغيرها أكلت أبنائها وما إلى ذلك هذا ما نصل إليه مو بسهولة نصل إليه لسبب مهم ما دام أكو وعي وإحنا نتلمس الوعي من مجاميع عديدة موجودة في داخل الساعة في ساحة التظهر والأمانة هذه المقولة أن الناس أعداء ما جهلوا نحن نحاول قدر الإمكان أن نذهب إليهم لا تجهلوا بنا فتكونوا أعداء لنا اعلموا ما لدينا ونحاول أن لا نجهل بكم لأن نكون أعداء لكم نعلم ما لديكم ونأجي طرف العداء وإن شاء الله سمعتني أن أذهب إلى أفاصل مشاهدين تفضلوا بالبقاء معنا شكراً للمشاهدين ومستمعي المدى على تفضلكم بالبقاء أعود إلى سماحة الشيخ صلاح العبيد المتحدث بسم زعي من التيار الصدري لضيف برنامجنا سوحكمة لهذا اليوم تظاهرتكم ستكون مليونية الشيخنا في بغداد نطمح لذلك إن شاء الله تطمحون وبالتالي كيف سينضبط الاحتجاج بهذا العدد الكبير نعرف الصدريين أحيانا يكونون فعاليين مثلا وهائجين في الساحة في الشارع وهذا ميزة تميزهم عن باقي التيارات الشعبية أحيانا والتيارات العقائدية كيف ستضبطون هذا اليقاع في ساحة التحرير يعني أيضا معروف عن الصدريين أنه إدارتهم للتظاهرات الكبيرة والتظاهرات المليونية وليس في محافظة في بغداد فقط حتى في باقي المحافظات وهذا ليس غريب علينا أنه يكون لدينا آلية لضبط هذه التظاهرات عملية يعني لجان خاص تعمل وبدأت تعمل من هذا القبيل من أجل التحشيد أولا من أجل الضبط الإدارة الإعلام وكذلك إيصال الرسالة واضحة وإنهاء وفض التظاهر بكل سلمية بعملية الضوابط اللي وضعتوها ما شكلها بالتحديد يعني سماحة السيد وضح أمور كثيرة يعني أول نقطة بدأ بها سماحة السيد هو عدم رفع صور آل الصدري الكرام على اعتبار أنه الناس يعني أبناء هذا الخط متفاعلة مع شهيدين الصدرين تفاعلين كبيرا يعتبرون هذه هويتهم في كل مكان يذهبون إليه حتى هذه المسألة يعني أبى سماحة السيد على الناس أن يحملوها وأراد أن يكون العنوان العراقي العام والعنوان المتميز والمرفوع وراية العلم العراقي هو الشيء الوحيد الذي سيرفع في التظاهر هذا اللي نسعى إليه إن شاء الله وهناك يعني كما أوضحت طبيل قليل يعني لدينا إدارة للتظاهرة وضبطها أن لا تكون هناك احتكاكات مشاكل فضها بشكل سريع تغطيتها إنهاءها إذا حصلت لأنه مثل ما بينا أنه ممكن كل شي يصير عندما تزدحم الناس ساعين إلى إن شاء الله بشكل تفصيلي أيضا سمحت السيد أكد على مسألة مهمة جدا هي توحيد المطالب مع مطالب المتظاهرين ما عندي مطلب محدد في الساعة يعني من غير ما جاء بالساعة بل أكثر من ذلك إحنا سعينا إلى أن تكون الشعارات والمطالب بشكل دقيق ما اجتمعت عليه الساحة من أنك بعض المطالب يعني طالبت بها مجموعة ومجموعتين هذه ما لحظناها بنظر الاعتبار لألا يفهم هذه التظاهر التي يخرج بها الصدريون هذه التظاهر تؤيد مجموعة لا تؤيد مجموعة داخل الساحة وتغلبها على مجموعة أخرى شون استنبطت هذا المطالب من الساحة واجواها معقدة عدنا متابعة تفصيلية لأمانة وعلاقات ويعني قلت لك صدريين موجودين ترى بالساحة راصدين للساحة مو بس راصد يعني متعايشين مع الساحة موجودين يروحون تفصيلين صور ترتيب أمور مو مسألة باب استخبال بقدر ما هي لا مسألة باب معرفة أين نقاط القوة وإن نقاط الضعف وهمنا هو تغليب نقاط القوة نعم ولا نريد لأي نقطة الضعف يكون لها وجود لأن هذا سيفت في عبد الساحة قلنا وسيضع في التظاهرات وهذا ما لا نريده سمعت السيد يريد ديمومة بمعنى شنو هذه الديمومة التي يريدها الناس نعم للساحة أن تستمر في السابع المقبلة كي تبقى ورقة الضغط لتطبيق حزمة وحزم الإصلاحات المقبلة إن شاء الله ديمومة سمعت السيد مقدر صدر مشروحة طبعا بس هذا قد يستفز آخرين يعني يختلفون معكم هو جزء من عقيتك وجزء من انتمائك قد يختلف معك في التوجهات يعني تعتقد ديمومة التظاهر الصدري في ساحة تحرير ما تدعو الأطراف الأخرى المنشقة عن الترياء أو التابع للإسلام السياسي الشيعي أن تتواجد مع جمهورها وبالتالي تطبح الساحة ساحة جمهور عقائد جمهور سياسي أكثر ما هو جمهور شعبي لا نقطع مواحد أنه هذه التظاهرة لتأييد الساحة هذا الجمعة فقط الجمعة المقبلة ما يعني الجمعة المقبلة راح ينزل غير تيار لا لا اسمح لي الجمعة المقبلة يعني المتظاهرين يعودون إلى حالهم الطبيعي والصدريين إذا يردون يتطاهن بإنوانهم العام واضح ما كو ما سموح لهم التظاهر لا لا ومن قلت لك من السابقة سماحة السيد دعا إلى دعا إلى الذهاب إلى التظاهرات وتأييدها لكن دون رفع أي عنوان أو كذا هذه نقطة النقطة الثانية أنه الأطراف الأخرى أي طرف اليوم خلينا نكون صريحين أي طرف اليوم له الحق أن ينزل ليدله بدلوه نعم هسه يريد يستعرض قوة كما قال البعض يريد لا يقول أنا أدي مطالب أنا شعب عراقي وأدي مطالب مو بس إتعدك مطالب خل أقول قولي وتمامل ولا لأن أنا مثل ما أنت تعتبر نفسك مظلوم في جانب أنا يجوز هم أدي مظلومية في جانب آخر يعرض كل طلبه فيها أو مطلبه فيها وليكن متوازنا متحضرا سلميا مطالبا بكرامة العراقي نحن ويا ما عندنا مشكلة أبدا ترى ولذلك هذه التظاهرة اللي هي اليوم في هذه الأسبوع في جمعة بغداد في ساحة تحريط لربما في جمعة أخرى إذا وجدنا أنه أكون هناك قلة في الزخم فكنا هناك استهداف لبعض الساحات في بعض المحافظات قد يدعو سماعة السيد إلى تظاهرة في محافظة أخرى من قبل أهل المحافظة نفسه لدعم المتظاهرين في تلك المحافظة وللضرب على أيدي المفسدين فيها وهذه نقطة مهمة جدا للأمانة إحنا إذا بقنا نتناقش كثيرا في أنه يعني إحنا كمتظاهري أنت نواياك وأنا نواياي أنت وضعك وأناي مفسد راح يأخذ راحته حقيقي غير يأخذ أقول لك دروعه تبوي والله مخبوظين أي لذلك لذلك يجب أن نكون على مستوى جيد من الوعي أن الكل توجه سهام الحق ودى الباطل وهذه نقطة مهمة جدا وسهام الحق اللي يبيد الكل اليوم بخلاف توجههم أنه عراقي عند حق بس يشكل سلد منهم يشكل سماحتي الشيخ على التيار الصدري وباقي القوى السياسية في جزء من الإسلام السياسي العراقي أنها قد تلجأ لنزول إلى الشارع وتستغني عن محاسبة الفاسدين مثلا أو المتهمين بالفساد اللي هم ممثليهم في العملية السياسية هذا صراحة إشكال واقعي يعني أنه أنت تنزل إلى الساحة لتغطية مفسديك نعم خلنعبر عن هذا الشكل طبعا هذا شيء صحيح وعنوياك ما أقول لك لا ممكن أنه كل أطراف تستخدم هذا الموضوع ولذلك سماحة السيد واحد من النقاط الأساسية اللي يعدنا أنه نحن نقدم أمام القضاء اللي هو قضاء خلنعبر عنه إن شاء الله يعني يتصحح بالاتجاه الجيد للمحاسبة على يد كل المفسدين أنه أي طرف مفسد من كتلة الأحراب هو مؤاخر من الصدريين فلا نغطيه أمام يد القضاء أن تحاسبه بقدره يعني بقدر خطأه لأن مرات بعض الأطراف شسي الله تستخدم الإصلاح أنهون وتجي تحمل المسؤولية على طرف طرفين من ولد الخائب يجوز يجوز والباقش بها كل يفلت بما أفسد فيه هذا ما لا نرتضي خلي صير عشاب موضوعي والقضاء صير إلى السطوة شوف إذا لم يعد للقضاء القرار الواقعي والسلطة الأقوابي في السلطات الثلاثة يبقى المفسد موجود ويبقى المفسد يكبر ويبقى المفسد يبتز المواطني العراقي ويأخذ حقوقه المفروض الآن القضاء يرجع إلى ممارسة الدور الواقعي والحقيقي ولا يحاب السلطة كفى محابات للسلطة هذا اللي نسعى ونؤيد المتظاهنين في مطلبهم اللي طلبوه في الجمعة المقبلة وخصوص الجمعة الأخيرة سماعت السستاني في الجمعة السابقة ممثلة في كربلاء سيد أحمد الصافي أشار إلى أن المعركة الحالية هي معركة مصرية ويجب الانتصار فيها بس ما قال لنا سيد أحمد الصافي مكونات هذه المعركة من هي إذا بقى الإصلاح من الكتب السياسية يا شيخنا يعني من استبعد أن يسوف الإصلاح أو يجزئ وفق اتفاق سياسي نرجع للقضاء أنت كتيار صدري يشك في نوايا القضاء والمؤسسة القضائية ما هي مكونات الإصلاح من القادر على الإصلاح الآن في هذه المعركة بالتحدي دعني نقول هي شي دعني نعبر بالتمثيل أكو أي محرك سيارة أكو أدوات تتحرك بشكل تفاعلي من أجل أن يسير المحرك أكيد لكن أكو زيت للمحرك اليوم في هذه الفترة زيت المحرك هي التظاهرات الشعب تظاهرات تظاهرات بخروجها هذه اللي هو الأمانة خروج واعي خروج متحضر خروج سلمي خروج واضح المطالب ما مشوش ويألم وأكو محاولات تشويش باعت بالفشل موجودة هسا بعضها منطقي بعضها غير منطقي شي نعبر عنه لكن باعت بالفشل هذه المشوشات باعت بالفشل ويعني نحرص على أن وتيرة الوعي في المطالب تستمر بهذه الطريقة وبشكل دقيق جدا هذا هو زيت المحرك الذي يسير به محرك الإصلاح إلى الأمانة والنجف إلى الدور الأكبر خلق نكون صريحين نعم لأنه شيء نائم أبينها سبعة أو الأطلاف رفضة وقالة المرجعية كذا ولولا كلمة يعني المرجعية وطلبها من الحكومة أن تستجيب لمطالب المتظاهرين الخدمية والواقعية ترى الحكومة ما يقدر تستجيب يعني الحكومة مكبلة مكبلة من أمور كثيرة ومشاكل كثيرة لذلك هل هي شي قوية هذه النخبة السياسية اللي أشارت إلها المرجعية على أنها نخبة فاسدة وينبغي أن يشير لها السيد العبادي وهذا التفويض المباشر من المرجعية بالتحديد يعني هيش هذا النخبة قوية بحيث استدعى تدخل النجف شخصيا وأن تفوض شخص بالنيابة عنها لقيادة الإصلاح مثلا من يسنت هذا الجهة الفاسدة أحد المثقفين نعم يعني شفت له مقولة رطيفة نعم يقول في أي مجتمع يوجد فيه الإنسان يوجد الفاسد ويوجد الصالح لكن المشكلة في الدولة التي تتحول فيها كتل الفاسدين إلى مجامع ضغط وتأثير يعني لوبيات ومافيات نعم كيف تحول الشيخ كيف تتحولها تتحول أقوله بالمال العراقي لا لا نحن مصالح مشتركة مصالح مشتركة يعني هو أنا يعني أحنا خلينا نقول هالشكل أحيانا الخصوم والأعداء نعم يعني يتفقون على نقطة يختلفون في نقاط عديدة لكنهم يتفقون على نقطة سد لي هاي أسد لك هاي يتفق هذا الموضوع لا تفتحها ولا أنا يفتحها ويها يلون أكوش اتفاقات ممكن تحدث وهذه مو فقط في العراق ترى مو فقط في العراق أرجع إلى تاريخ بعض الدول المتحضرة اليوم اللي هي تبلغ ما تبلغ من الحضارة تلقي بيها في أول يعني حركتها المدنية أو أول حركتها للإصلاح وبناء الجمهورية عانت من هذه الأمور معانات كبيرة جدا نعم لا أريد أن أذكر أسماع بالتفصيل لكن أقول أنه المشكلة يعني ليست بأن يوجد الفاسد ونبجي نلطم إيش هنا ونحن مجتمع معصومين وأنبياء ونحن مجتمع ملائك ونحن مجتمع إنساني فيه كل شيء لكن المشكلة الكبرى عندما يتحول الفساد إلى مجامع رأي وضغط وقدرة على التحكم بالقرار لكن يا شيخنا المرجعية تحذر من أقتران الفاسد بالتقسيم وقد يؤدي إلى تقسيم وحدة العراقيين وهذا ما قالته خطبة تربلاء في الجمعة الماضية أما الإصلاح وأما التقسيم ما إحنا أن هذا الفاسد يمتلك أدوات أحيانا حتى دولية في التصرف بوحدة العراق من يدعم هذا الفاسد بالتحديد ومن تقصد المرجعية من الفاسدين هو خليها في بالك أنه إذا تجي جهة من الخارج تريد أن تجمد حركة العراق وتأثيره الدبلوماسي في المنطقة تريد أن تقيد العراق عن ممارس دوره الدبلوماسي القوي في المنطقة أو في العالم بشكل عام ستعتمد على اليمن هذا الجهة التي تريد تقنق العراق تعتمد على فاسد داخل العراق أو تعتمد على مصلح داخل العراق أكيد ما ستعتمد على مصلح لأن المصلح لا يرضى به المصلح لا يرضى بنظام أو يرضى بخنق دوره وتحديده وتحجيمه وتكبيله متمام له يريد عراق كريم معتز بنفسه يمارس دوره في المنطقة يمارس دوره في العالم يكون إلى دور إيجابي متمام له لا يعتمد على المفسد أكيد يعتمد على المفسد وأنا يعني لا يفهم من كلامي أنه أنا أنزه أو أقول ماكو دور لإيادة خارجية لا إيادة الخارجية جاي تلعب بالعراق مع شديد للأسف بشكل أو بآخر حتى في الملف الإصلاح نخشى ذلك نخشى ذلك يعني بالنهاية تخشون ذلك تخشون تدخل دولة محددة من الدول المنسجمة مشكلتنا نترمو بدولة محددة لا عاديا دولة أكثر من دولة أكثر من دولة نعم أكثر من دولة اليوم أكو نظام بس هو يقال هسا نطرح أشكالية مثلا يتردد في الفيسبوك من مخاوف مجتمعية مثلا أن إيران تضغط على سيد العبادي بأن يتراجع عن الإصلاح مثلا أكويش يضغط في الاتجاه أنتوا كقوة سياسية جزء من التحالف الشيعي لمستم موجود مثل هذا النوع من الضغوط المحروض أنه سيد العبادي إذا أكويش شيء والله ها سيد العبادي إذا أكويش شيء والله بس اجتمعتوا أنتوا بالأخير بالاجتماع أمال التحالف الوطني وقعدتوا يا سيد العبادي وقالوا هذا الاجتماع جرى بيعرض سلسلة سيناريوهات محتملة لتجزئة الإصلاح أو حرف مسار الإصلاح إحنا قلنا فتشية وهذا شيء واضح كان للجنية أنه مو الكل قابل بالإصلاح بمستواه الأعلى كل يريد البعض يريد جزء من الإصلاح البعض يريد يفتت الإصلاح البعض يريد يقولك أصلح منتو صلي يمي وقف ويالآخر أصلح فاللي عصى الإصلاح تصلح الآخر أما ويا عفك من عدياني صالح ومصلح وملك دخل بي هذه موجودة مو بمعنى أنه أكون جهة خارجية أيضا جاية تتعامل بإيران أو غير إيران نعم إيران إذا تريد تخدم مصالحها وتستخدمني أداة المشكلة يمي ترمون بس يم إيران ليش لأن اليوم مو كو جهات أخرى يعني لما نيجي إحنا السفارة الأمريكية تصرح على سبيل النساء أنه نعدنا ملفات موجودة على المسؤولين رح نحولها إلى النزاهة وين كانت هذه الفترة مو زين إذا عدتكم فترة من الفترات كان العراق خاضع خاضع تحت السلطة الأحتلال السلطة الأمريكية مو تماما لها والحكومة الأولى التي جاءت هي حكومة باختيار هذه السلطة حتى سمع عراقي لكن يباختيار هذه السلطة نعم زين وين تقولون أنه ملفات تكون ملفات على هذه الفترة نعم ما هو الفساد بدأ منك وكثير من العراقين تعلموا طرق فساد بيجي فترة قصدي أنه أيادي عديدة نعم ما أردد قوله اللي تقول أنت على إيران ممكن واللي هو موجود بالفعل من أيادي أخرى موجودة في داخل العراق بطريقة التدخل في العراق المفهو أنه إحنا هذه اليد التي تريد أن تصلح نحاول أن نعصمها نكفها نعم عن ضغوطات الأطراف الخارجية التي لا ترعى شيء من مصارح العراق نعم والداخلية اللي تريد تضرب الإصلاح لكي لا تخسر هي من مصالحها دور النجف في هذه اللحظة يعني معقد ومبهم إلى الآن يعني بالنسبة للنجف يعني مع الإصلاح وتدفع باتجاه أن يكون الإصلاح عراقيا خالصا ولا ينبغي أن تدخل دول الجوار في ملف الإصلاح وتخشى من تقسيم العراق وتقسيم العراق يعني بذلك تلميح من المرجعية الدينية أن العراق يتعرض إلى ضغوط دولية وهذا الضغوط تحاول أن تشتت وحدة العراق وتصنف العراق إلى فئة مثلا سعودية إيرانية تركيا مثلا نتحدث بصراحة في هذا الجانب شيخنا أنتم كيف تصنفون واقعكم أنتم من العراقي الداخل من العراقي الخارج من العراقي النجف أو من العراقي مثلا في ملف الإصلاح يعني هذه المخاوف اللي موجودة عند المرجعية عندنا تفصيل الموجودة نعم لكن المرجعية آلت على نفسها في كل الظروف السابقة لا تتدخل في التفاصيل نعم من أقحم نفسه وتولى مسؤولية أنتم أقحمت النفس كم أمن جزء العملية السياسية هذا قصدي نعم نحن بمقدار ما نتحمل أو ما تدخلنا من مسؤولية عمل وقوف بوجه الاحتلال في فترة من الفترات هذا أقحمنا نفسه ونتحمل مسؤوليته نقوف في وجه داعش في هذه الفترة يقحمنا نفسه ونتحمل مسؤوليته الدخول في أكثر من حكومة الترشيح في أكثر من برلمان نعم هذا نتحمل مسؤوليته بشكل تفصيلي نعم محاولات الإصلاح والتصحيح ومتابعة المفسد في الداخل كلها محاولات موجودة عندنا نعتز به نعم نعتقد أنها الكثير من هذه بعض الخطوات للإصلاح الداخلي لم تؤتي أكلها التام واضح لكن في نفس الوقت خطوات أخرى كانت جيدة مزين وراقية بالأمانة ونموذج ممكن أن نكون لذلك هذه المخاوف التي موجودة من المرجعية نحن نتحدث به بالتفاصيل نقول أنه اليوم كتيار نعم يعني كتيار شعبي شعبي لا في السياسة تتحدثون بهذا الجرأة لا لا تتحدثون فيها الشارع لا لا اسمح لي أنا أقول كتيار شعبي نحن نحدث عن بعض الأمور بالتفاصيل حسب ما نحن موجودين به نعم نقطة رقم واحد أنه أي تدخل خارجي من جهة خارجية خصوصا من كانت له يد احتلال علينا هذه نعتبرها لا زالت هي ديموم ولا احتلال نعم نرفض وعدنا تحسس منه نسأل أخوان بالمدنيين شوي قدوا نحن الأمريكان نحبهم أو نرتاح لهم وأنتم متشددين ذلك لا كقوة صنفهم محتلين وقوة صنفهم محررة أحسنت تم أول الله نعم لكن أنا أعدي لحد الآن نحن تحفظ من أي تدخل من قبلهم نعم نقم رقم اثنين أي دولة من الدول الجوار إيران وغير إيران نعم لديها مصالح واضحة وتحاول أن ترعى مصالحها من العراق على حساب مصلحة العراقيين نحن قد نتحفظ عليها ونقوله بشكل تفصيلي ما أنه دخل سواء كانت إيران أو غير إيران هذا قرار صعب نقطة متلاثة يعرضكم إلى مغامرات غير محسوبة مو يوم البارحة يعني المشكلة أنه هذا أمرنا هذا مو يوم ما تقشون على ساحاتكم السياسية على واقعكم في التمثيل هذا يعرضكم إلى أشكالات الاتهامات ضد الصدرين مستمرة وحتى هذه الخطوة هذه الخطوة في الدخول للساحة وتأييد المتظاهرين أنها هاي خطوة أخرى من خطوات الصدرين لشق عص الشيعة وشق عص المذب وما لها ذلك نعم كلمات اللي تحاول أن تأخذ من يعني جرف الشعبية للتيار الصدري زين بعنوان أو بآخر هذه أيضا نحن نقف عليها بوجهة بشكل تفصيلي ونقول عدنا مخاوف ونعدها ونقف عليها نعم نقطة رقم ثلاثة نعتقد بأن ما موجود اليوم من داعش وشداذ الآفراق اللي هم الإساءة الأكبر التهديد الأكبر لمستقبل العراقيين ونتيجة الفساد عندي سؤال أخير يعني أتمنى جاومي علي في أقل من ثلاثين ثانية وأتمنى الإجابة تكون مباشرة عندنا صراع بين النجف والإيراني فيما يتعلق بإدارة الملف في العراق الداخلي وتحديدا إدارة السيد العبادي المرجعية تدخلت في الوقت الضاع لإنقاذ العبادي من النفوذ الإيراني وعودته إلى الساحة النجفية هذا كان مشروع تدخل هل أو لا؟ اليوم السيد العبادي ليس فقط من لديه علاقة بإيران أو بعض من لديه علاقة بإيران لا يريد حكومته من لديه علاقة بأمريكا لا يريده من لديه علاقة بتركيا لا يريد بأمومة حكومته المرجعية المرجعية وقفت مع حكومة السيد العبادي كحكومة عراقية موش أفسك كحكومة عراقية أمام أي طرف يريد أن يسيئ إليها من هذا الجهة أو تلك؟ الشيخ صلاح العبيدي المتحدث باسم زائم التير الصدر السيد مقتل الصدر شكراً لحضورك لبرنامج ناس الحكومة شكراً لكم مشاهدي ومستمعين مدى على حزن صغار ومتابعة تقبل وتحياتي أنا حامد السيد أحييكم وألتقيكم غداً بإذن الله تعالى إن بقينا وبقية الحياة في أمان اشتركوا في القناة